السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هنشرح مع بعض الإكسبانشن من يونت 1 إلى يونت 4 للصف الثاني المتوسط وأتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بنمبر 1 وهو اللانجوج ريفيو أي مراجعة اللغة وهي القاعدة فقرأة استخدم المعلومات الموجودة في الجدول للإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذه الثلاثة مدن وكتب جمل كاملة هنا لدينا في الجدول ثلاثة مدن وهي الدمام، نجران، وتبوك سنتحدث في هذا الجدول عن البوبيوليشن وهو تعداد السكان للثلاثة مدن اللوكيشن موقع سامر تيمبريتشر أي درجة الحرارة في فصل الصيف وينتر تيمبريتشر أي درجة الحرارة في فصل الشتاء هستوي التاريخ لكل مدينة مين اندستريز أي المصانع الرئيسية يونيفرستيز أي عدد الجامعات في كل مدينة وكولتشورل اندرست أي الاهتمامات الثقافية وأخيرا ريكرياشن وهو الترفي طيب هنا لدينا أسئلة عن كل مدينة من هذه المدن السؤال الأول أي مدينة من هذه المدن لديها تقص حار في فصل الصيف الإجابة دمام الدمام الدمام هي التي لديها أكثر تقص حار في فصل الصيف وتصل درجة الحرارة من 24 إلى 43 سلسيس وهي الأكثر حرارة من هذه المدن الثلاثة ننتقل إلى نجران أو تبوك أي من هذه المدن هي أكثر برودة في فصل الشتاء هل هي نجران أم تبوك الإجابة تبوك is cooler than نجران in the winter كانت تبوك هي أكثر برودة في فصل الشتاء من نجران لأنها تصل درجة حرارتها في الشتاء from 1 to 17 سلسيس أما نجران from 10 to 24 سلسيس درجة مائوية إذن تبوك هي الأكثر برودة أي مدينة من هذه المدن هي الأكثر إزعاجا أعتقد أن الدمام هي الأكثر إزعاجا لأن بها عدد سكان أكبر وسنجد أن الpopulation أي عدد السكان في الدمام هو الأكثر ما بين هذه المدن الثلاثة ننتقل إلى question number four which city has the most ancient history أي من هذه المدن الثلاثة فيها تاريخ قديم نجران has the most ancient history مدينة نجران تعد الأكثر في المعالم التاريخية القديمة ننتقل إلى question number five which city do you think offers better paying job أي من هذه المدن الثلاثة تعتقد أنها تقدم أفضل رواتب لهذه المهن I think the mom offers better paying jobs because its main industries are oil and shipping أعتقد أن الدمام إلا تقوم بعرض مبالغ أو رواتب أعلى للمهن لأن مصانعها الرئيسية تعتمد على البترول وعلى الشحن which city probably has fewer college students أي من هذه المدن لديها أقل عدد من طلاب الكلية نجران probably has fewer college students because there is only one university نجران هي التي لديها أقل عدد طلاب للكلية لأن بها فقط جامعة واحدة question number seven which do you think is the most interesting town أي من هذه المدن الثلاث تعتقد أن فيها أكثر متعة من المدن الأخرى why I think tabouk is the most interesting because it has historic places and fun outdoor activities أعتقد أن tabouk هي الأكثر متعة لأن بها أماكن تاريخية ونشاطات ممتعة تقام في الخارج question number eight which do you think is the nicest town to live in why أي من هذه المدن تعتقد أنها الأفضل كي تعيش فيها ولماذا I think نجران is the nicest place to live in because it has fewer people and it's in the mountains أعتقد أن نجران هي الأفضل مكان للعيش به لأن بها عدد سكان قليل ولأنها تقع على الجبال ننتقل إلى الصفحة التالية فقربي عدنان is on vacation in New York City عدنان هو في عطلة في مدينة New York complete his postcard to a friend with the correct verbs أكمل بطاقته البريدية التي أرسلها إلى صديقه باستخدام الأفعال الصحيحة أي زمن الفعل الصحيح عزيزي طارق أنا أكتب لك هنا جاء الفعل في زمن المضارع المستمر ويجب أن يأتي قبله am أو is أو are ثم نضع للفعل ing لأنه يكتب ونزال يكتب الآن أنا أكتب لك هذه البطاقة باللغة الإنجليزية because I have to practice the language لأنه علي أن أتدرب على اللغة I have يعني يجب علي هنا أيضا مضارع بسيط نيويورك is a wonderful city مدينة نيويورك هي مدينة رائعة but it's really hot in August لكنها جدا حارة في شهر أغسطس there are thousands of tourists here from all over the place هنا يوجد العديد من أو الآلاف من السياح هنا من جميع الأماكن إذن قلنا there are لأنها مجموعة thousand you always see هنا جاءت always دائما إذن نتكلم عن المضارع البسيط إذن سنضع الفعل بصورة مضارع بسيط أنت دائما see lots of people on the street أنت دائما ترى العديد من الناس موجودون في الشوارع yesterday هنا نتحدث عن الماضي إذن الفعل سيكون في زمن الماضي I went أنا ذهبت to the state of liberty البارحة ذهبت إلى تمثال الحرية It's very impressive هو جدا رائع Tonight هنا نتحدث عن شيء سوف نفعله الليلة إذن سنستخدم زمن الفيوتشر المستقبل ونقول I am going to see the lights in times square أنا سوف أرى الضوء مبنى المقاطعة الملكية some people planned to خططوا إلى بعد to دائما يأتي الفعل في الصورة الأصلية بدون أي إضافة نحن خططنا to walk up the 1860 steps to the top like in the Eiffel Tower نحن خططنا لأن نمشي حتى 1860 خطوة حتى نصل إلى قمة برج Eiffel But you cannot do that anymore لكنك لن تستطيع عمل ذلك بعد الآن You have to take the elevator يجب عليك أن تأخذ المصعد I am having هنا أيضا مضارع مستمر A great time استمتعت جدا بوقتي Wish you were here تمنياتي أن تكون هنا Your friend صديقك عدنان ننتقل إلى فقرة C Complete the conversations with the correct possessive pronouns أكمل هذه المحادثة بضمير الملكية الصحيح وضمائر الملكية كما أخذناها دائما تأتي في آخر الجملة لا يأتي بعدها كلمة أخرى وضمائر الملكية هي Mine His Hears Yours Ours Theirs وits هنبدأ المحادثة بـ number one Whose shoes are these؟ لمن هذه الأحذية؟ Are they dads؟ هل هي لوالدي؟ Yes They are his نعم إنها له إذن سنضع his لأن that هو مفرد مذكر والضمير الملكية المناسب له هو His Number two Is that Mariam's perfume؟ هل هذا عطر مريم؟ No That is not hers لأنه ليس لها وHairs هي للمؤنث المفرد Her perfume is in the drawer عطرها يوجد في الدرج Number three Don't eat that لا تأكل هذا It is not yours إنه ليس لك Yours أي لك أنت Oh yes It is It's mine أوكي حسنا لأنه لي It's mine إنه لي Mom give it to me أمي أعطتني إياه Number four Is this your house؟ هل هذا منزلكم؟ Yes It's ours نعم إنه لنا My wife and I bought it last year زوجتي وأنا اشتريناه العام الماضي إذن hours للمتكلم جمع المتكلم ننتقل إلى فقرة D Give excuses for the following أي أعطي أعذاراً لما حصل هنا للجمل الآتية باستخدام Have to Use your own ideas واكتب أفكاراً من عندك I couldn't come to the park because أنا لم أستطع هنا استخدمنا زمن الماضي الماضي من كان هي could لم أستطع المجيء إلى الحديقة because العذر هو I had to هنا أتينا بالماضي من have to لأن الجملة في زمن الماضي I had to babysit my little brother أنا كان يجب علي أن أجلس مع أخي الصغير هذا هو العذر Number one He can't come to the football game because هو لم يستطع أن يأتي إلى مباراة كرة القدم بسبب ماذا؟ ما هو عذره؟ هنا سنستخدم الزمن المضارع واستخدمنا الـ subject pronoun he إذن have to ستتحول إلى has to معه تأتي has to He has to do a report for school إذن عذره أنه يجب عليه أن يكتب تقاريراً للمدرسة Number two I was late to class this morning أنا تأخرت على حصتي هذا الصباح هنا الجملة في زمن الماضي was إذن have to ستتحول إلى الماضي وتصبح had to العذر ماذا؟ العذر الذي قدمه because I had to wait for the bus تأخر عن الحصة لأنه كان عليه انتظار البص Number three I did not do my homework لم أقم بحل واجباتي هنا أيضاً في الزمن الماضي إذن سنستخدم had to بسبب because I had to go to the dentist كان يجب علي أن أذهب إلى طبيب الأسنان Number four she is not going shopping because هي لم تذهب للتسوق لماذا؟ هنا جاءت الجملة في زمن المضارع وجاء السبجك برونون she وشي دائماً تأتي معها has to she has to do her homework هي لم تذهب للتسوق لأنه كان عليها أن تحل واجباتها وأخيراً I did not call you back because أنا لم أعد الاتصال بكلماذا؟ because I had to go out with my parents كان علي أن أخرج مع والدي هنا جاءت في الزمن الماضي did إذن had to كتبت بصورة الماضي أيضاً ننتقل إلى الصفحة التالية and was built in 1889 for the universal exposition وقوام ببنائه في عام 1889 للمعرض العالم the tower is 1062 feet أي ما يعادل 324 meters high هذا البرج ارتفاعه هو 1062 قدماً وما يعادل 324 متراً and offers fantastic view of the city ويقدم منظر جداً رائع للمدينة very often visitors have to wait in line to take the elevator to the observation's deck الزوار عليهم أن يصفوا في خط طويل حتى يصلوا إلى المصعد لمشاهدة المنظر الرائع من أعلى but the wait is worth it لكن الانتظار يستحق ذلك at night في المساء the tower itself becomes a beautifully eliminated sculpture في المساء هذا البرج نفسه يصبح من أجمل الأبراج المضيئة في المساء the Eiffel Tower is the most visited building in the world برج إيفل هو من أكثر المعالم زيارة في العالم it will comes around 7 million visitors per year هو يستقبل تقريباً 7 مليون زائر في السنة ننتقل إلى The Louvre The Louvre was originally a royal palace كان في الأصل عبارة عن قصر ملكي In 1516 في عام 1516 ليوناردو ديفينشي came to France as a painter for the royal court جاء ليوناردو ديفينشي إلى فرنسا كرسام للصالة الملكية and bought with him and bought with him the painting of monolyza وأحطر معه لوحة المونolyza The king acquired it وقام الملك بالاستلاء عليها and it became part of the royal collection وأصبحت من إحدى المجموعات الملكية Today the painting stands in the Louvre in a climate controlled enclosure behind bulletproof glass يوم هذه اللوحة موجودة في Louvre في مكان مغلق يتحكم بالطقس والمناخ وخلف زجاج مقاوم للرصاص In the sixteens the Louvre was a palace that contained art and rich decorations في عام 1600 أصبح اللوف هو عبارة عن قصر يشمل على اللوحات وأغلى أغلى الديكورات and it only opened as a museum in 1793 وفتح كمتحف في عام 1793 The renovation of the museums in 1981 made it even more beautiful والتجديدات التي حصل للمتحف التي حصلت لهذا المتحف في عام 1981 جعلته أكثر جمالا and a pyramid was built as an entrance والهرم بنية ليصبح هو المدخل Today the louvre is the world's largest museum and possesses the world's largest and richest collection of art and antiques from around the world اليوم louvre هو يعتبر من أكبر المتاحف العالمية والتي تمتلك أكبر وأغلى مجموعات من الرسومات والأنتيكات من حول العالم ننتقل إلى الصفحة التالية ننتقل إلى المعلم الثالث الموجود في باريس وهو The Arc de Triomphe and the Chalicese The Arc de Triomphe is a magnificent site at the end of the Chalicese هو يعتبر من المواقع الرائعة الموجودة في نهاية شارع Chalicese and one of the most famous monuments of Paris وهو من أحدى المعالم المشهورة الأثرية الموجودة في باريس نابليون الأول طلب ببناء هذا المعلم الأثري في عام 1806 to celebrate his conquest ليحتفل بانتصاراته He got the idea from the triumphal arches of the emperors in ancient Rome وحصل على هذه الفكرة من قوس النصر الذي حصل في الإمبراطورية الرومانية القديمة وArc de Triomphe is a landmark هي علامة in Paris موجودة في باريس because of its size and beauty وذلك بسبب حجمها وجمالها From the Arc de Triomphe You can enjoy a walk along the Chalicese ومن هذا المبنى يمكنك أن تستمتع بتمشية في شارع Chalicese There are many shops هناك العديد من المحلات restaurants, المطاعم and cafes والكفيهات Along this boulevard على طول البoulevard Be sure you stop off at a crib stand on one of the side street يجب عليك أن تتوقف في إحدى الكشكات أو الستاند الذي يبيع الكريب على جانب الطريق The chocolate crepes are absolutely wonderful هذا الشوكلة الكريب من أروع الحلويات التي عليك تجربتها ننتقل إلى scene river tours رحلة أو جولة في نهر السين Both tours along the scene run throughout the day and evening Both tours along the scene run throughout the day and evening الرحلات البحرية في قارب على طول نهر السين هي تجري في النهار وفي الليل أو في الصباح وفي المساء Many include lunch or dinner والعديد منها يتضمن ويجتمل على الغداء أو العشاء The boats depart from the pont dilemma on the right bank or from the foot of the Eiffel Tower on the left bank هذه القوارب تغادر من بنت ديلاما وهو على يمين البنك أو من برج إيفل والموجود على يسار البنك You can see many attractions on the trip ويمكنك أن تشاهد العديد من الأشياء الجذابة خلال الرحلة Such as the Illy de la Cité in the middle of the river ويمكنك أن تشاهد هذه الجزيرة الموجودة في وسط النهر جزيرة Illy de la Cité As well as some of Paris' famous bridges ويمكنك أيضا أن ترى الجسور المشهورة الموجودة في باريس ننتقل إلى after reading بعد القراءة Answer إما yes or no أجب بنعم أو لا Number one Leonardo da Vinci brought a painting with him to France طبعا صحيح الإجابة أحضر معه لوحة إلى فرنسا Number two The Louvre Museum is famous for its views of Paris مفتحف اللوف هو مشهور في المشاهد لباريس طبعا الإجابة no Number three The Eiffel Tower is the most popular tourist site in the world برج إيفل هو من أكثر المعالم السياحية في العالم طبعا الإجابة yes Number four The Arc de Triumph is famous because it has Napoleon's tomb هل Arc de Triumph هو مشهور لأنه فيه قبر Napoleon؟ طبعا الإجابة no Number five If the Elie de la Cité is an island in the middle of the Seine river هل Elie de la Cité هو جزيرة في وسط نهر Seine؟ طبعا الإجابة صحيحة ننتقل إلى الـ Discussion وهي المناقشة عنا Number one You and a friend are going on a vacation to Paris Discuss what you're going to do there Tell the class about it أنت وصديقك سوف تذهبون برحلة أو بعطلة إلى باريس ناقشوا ما الذي سوف تفعلونه هناك وأخبروا به أصدقائكم بالصف هنا لدينا نموذج إجابة I am going to visit Eiffel Tower Lever Museum Lever Pyramids and Opera de Paris Number two Compare Paris to other cities you know قارن باريس بمدن أخرى تعرفها Which city is best to visit? Why? أي مدينة هي الأفضل لك أن تزرها ولماذا؟ هنا أيضا نموذج إجابة Paris is the best city to visit باريس هي أفضل مدينة لزيارتها because it is wonderful and has many historical places لأنها رائعة وبها العديد من الأماكن السياحية ننتقل إلى Number three وهو الProject Research some tourist sites in your country ابحث عن بعض الأماكن السياحية في مدينتك أو في الدولة التي تعيش فيها and make a presentation to the class وقم بعرضه لصفك هنا لدينا نموذج إجابة لـ الProject هنا لدينا ثلاث معالم موجودة في السعودية Number one هو المسجد النبوي الموجود في المدينة المنورة وNumber two هو دومة الجندل والثالثة هي جبل اللوز هناك أيضا نموذج إجابة آخر لدينا أيضا معالم موجودة في الرياض ولدينا معالم في الدمام والعلى هذا أيضا نموذج إجابة لـ الProject ممكن أن يستفيد منه الطالب والطالبة ننتقل إلى الصفحة التالية Number four هنا عنا chant along هنا لدينا الأغنية عن travel the world over يعني سافر حول العالم هنا لدينا شخص قام بالسفر والتجوال حول العالم وقال I am going to travel all around Europe سوف أقوم بالسفر حول أوروبا Ski the Alps at great heights سوف أتزلج في جبال الألب وهي مناطق مرتفعة I am going to climb the Eiffel Tower وسأقوم بتسلق أو الصعود إلى برج إيفل And in Madrid وفي مدريد Watch the pole fights سوف أشاهد قتال أو صراع الثيران I am going to sail to the Greek islands سوف أبحر أيضا في جزيرة اليونان And taste Italian cuisine وأقوم بتذوق الأطباق الإيطالية Stroll through markets in London وأقوم في جولة على الأقدام في أسواق لندن And see the palace of the queen وأرى أيضا قصر الملكة I am going to explore all over Asia أيضا سأقوم باكتشاف جميع مناطق آسيا Trek all along the great wall وسأقوم بجولة على طول سور الصين Ride a wreck show in Changi وسأقوم بركوب العربة في شانجاهي Hike the hamilias in Nebel وسأقوم أيضا بجولة في الهملايا الموجودة في النيبل I am going to ride elephants in India وسأقوم بركوب الفيلة في الهند Drive a four by four in Arabian sand وسأقوم بقيادة سيارات الفور باي فور الموجودة في الصحاري العربية I am going to smell the cherry blossoms وسأقوم بشم رائحة الكرز الرائعة And take the bullet train in Japan وسأركب قطار الطلقة أو الرصاصة الموجودة في اليابان I am going to north and south America سأذهب أيضا لزيارة شمال وجنوب أمريكا Up high to Micho Pucci in Peru وسأرتفع عاليا في منطقة موتي بوتي الموجودة في البيرو Catch a cab in New York City وأركب سيارة أجرة في مدينة نيويورك And cross the great lakes by cano وأيضا سأعبر البحيرة العظيمة بركوب المركب I am going to snowmobile in Alaska أيضا سأقوم بركوب العربة الثلجية في Alaska I am going to raft down the Amazon وأيضا سأقوم بالإبحار والطفو في نهر الأمازون Listen to the roar of Fenzuela Falls وأستمع إلى صوت والزئير شلالات Fenzuela And cross right around Cape Horn أيضا وسأقوم بركوب السفينة والإبحار حول Cape Horn I will go on a wildlife safari in Africa وسأذهب أيضا إلى السفاري البرية في أفريقيا Dive in Australia's great berries reef وسأقوم أيضا في غوص في أرياف العظيمة الموجودة في أستراليا I am going to travel the world over سوف أسافر حول العالم And see things beyond belief وسأرى أشياء لا تصدق ننتقل إلى الـ questions Vocabulary فقراء put the words into the correct category ضع هذه الكلمات في التصنيف الصحيح هنا لدينا في الجدول travel on food يعني السفر باستخدام القدمين أو transport on water أو مواصلات في الماء والمواصلات على الأرض هنا لدينا Rick Show هي أيضا عربة stroll المشي بالقدمين hike أيضا هنا نقوم بالتمشية raft وهو الإبحار والطفو 4x4 هي سيارة train قطار cruise سفينة sail الإبحار كانوا أيضا نوع من أنواع القوارب trick تمشية أيضا بالقدم climb وهو أيضا يتمشى ويتجول cab سيارة الأجرة إذن سنقوم بتصنيف هذه الكلمات في التصنيف الصحيح stroll on the food يعني يتمشى hike أيضا on food trick أيضا on food و climb on food لأنه نتسلق الجبال باستخدام أقدامنا أما transport on water فكانت raft الطفو والإبحار أو cruise السفن sail الإبحار وكانوا هو نوع من أنواع القوارب transport on land يعني في الأرض كان الريكشو هي عربة 4x4 هي سيارة 4x4 و train القطار وأخيرا كاب سيارة الأجرة هذه نستخدمهم كلها في التنقل ننتقل إلى فقرابي look at the chant انظر إلى الأغنية write four things related to the census اكتب أربع أشياء لها علاقة بالحواس الخمسة هنا لدينا نموذج إجابة see the palace of the queen نرى قصر الملكة هنا حاسة الرؤية أو النظر number one taste Italian cuisine تذوق الأطباق الإيطالية حاسة التذوق number two smell the cherry blossoms نشم رائحة فاكهة الكرز هنا حاسة الشم listen to the roar نستمع إلى زئير الشلالات الفولز هنا أيضا حاسة السمع see things beyond belief نرى أشياء لا تصدق إذن هنا حاسة أيضا النظر ننتقل إلى comprehension فهموا الاستيعاب لدينا question number one what is the man going to do ما الذي سيقوم به هذا الرجل he is going to travel around the world سوف يسافر حول العالم number two which content is he going to visit ما هي القارات التي سيقوم بزيارتها he is going to visit Europe Asia North and South America Africa and Australia سوف يزور قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وأستراليا number three which European countries is he going to visit ما هي الدول الأوروبية التي سيقوم بزيارتها in Europe he is going to visit Australia Austria Switzerland Germany France Spain Greece Italy Turkey and England سيزور جميع هذه الدول number four which Asian countries is he going to visit ما هي الدول الأسيوية التي سيقوم بزيارتها in Asia he is going to visit China Nebel India Saudi Arabia UAE وهي الإمارات and Japan واليابان number five what do you think the last line means ماذا نعني بlast line الإجابة he is going to see incredible places أي أنه سيرى أماكن لا تصدق ننتقل إلى number five وهو writing write about a place where you want to travel and what you are going to do there اكتب عن مكان تريد أن تسافر إليه وما الذي سوف تفعله هناك هنا نموذج إجابة السفر إلى إيجبت مصر وسنقوم بفعل هذه النشاطات هناك أيضا لدينا نموذج إجابة آخر هنا لدينا السفر إلى لندن وما هي الأماكن والنشاطات التي سنقوم بها في لندن أيضا هذا نموذج آخر للإجابة يمكن أن يستفيد منه الطالب والطالبة number six هنا لدينا project وهو المشروع write another verse for the chant about world travel اكتب أغنية أخرى أو كلمات لأغنية أخرى عن السفر حول العالم presented to the class وعرضها على صفة أيضا لدينا هنا نموذج للإجابة هنا لدينا نموذج إجابة chant أو الأغنية بكلمات مختلفة ممكن أيضا أن يستفيد منها الطالب والطالبة في حل الproject وكذا أنا انتهيت من شرح الإكسبانشن للوحدة الأولى إلى الرابعة أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أنكم تشتركوا معي في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم وشكرا